اشتركوا في القناة الرابع عشر من اذار مارس عام 2012 حينما كان مجلس الشورى الثامن يقترب رويدا رويدا من نهايته ويعد النواب انفسهم لتوجيه اسئلة الى الرئيس الذي كان يعتقد ان المرحلة التي كان فيها مجلس الشورى الاسلامي هو صاحب الحل والعقد قد ولد اتقدم بالشكر الى السيد رئيس الجمهورية لحضوره الى مجلس الشورى الاسلامي كنت ارغب في القاء كلمة شفوية ولكن بسبب ضيق الوقت ومن اجل الاجابة عن جميع الاسئلة ولا يكون النقاش اكثر دقة اعددت كلمة مكتوبة سوف اتلوها عليكم الثامن عشر من ايلول سبتمبر عام 2010 قال الرئيس الجمهورية في لقاء انسحافي مع صحيفة ايران هناك البعض من الذين يسلطون الضوء كثيرا على جملة منسوبة الى الامام تعود الى حقبة زمنية كان فيها نظامنا برلمانيا انذاك لم يكن رئيس جمهورية البلاد مسؤولا عن ادارتها بل رئيس الوزراء كان يتحمل هذه المسؤولية وكان مجلس الشورى الاسلامي ينتخبه انذاك كان مقام المجلس اسمى واعلى وحاليا فان السلطة التنفيذية هي التي تتحمل مسؤولية ادارة البلاد وفقا للدستور ويجب على السلطتين الاخرين مساعدتها بالطبع نحن مواجهي الاسئلة لا اسرار لدينا هذا الاستنتاج الرائع والمتقن من كلام الامام الذي كان من الممكن ان تكون له عواقب كان كافيا كي تعقد جلسة توجيه الاسئلة من قبل النواب لرئيس الجمهورية الامر الذي كان غير مسبوق في تاريخ البلاد السياسي حتى ذلك اليوم كلمة سيادتك التي قلت فيها ان المجلس لم يعد صاحب العقد والحل ما الهدف الذي تسعى اليه؟ قالوا لماذا ترحت هذا الكلام بخصوص مجلس الشورى وما كان هدفك اذا كنتم تسعون للوصول الى فحوانياتي فانا شاكر لكم لكنني اعلنت عن وجهتي نظر من خلال الحجة والبرهان انتم ايضا اجيبوا من خلال هذا الاسلوب ليس هناك شجار بيننا يجب ان تعترفوا بصفة رسمية بهذا الحد من الحرية بحيث يمكن لرئيس الجمهورية ان يفصح عما يدور في خلده وانتم بدوركم اوضحوا الامور واجيبوا حينما اصبح احمد نجاد رئيسا للجمهورية للمرة الاولى كان الدكتور علي لارجاني يشغل منصب امين سر المجلس الاعلى للامن القومي ومشغولا في ادارة جلسات المفاوضات النووية المعقدة كان لارجاني يعتقد انه من خلال ديبلوماسية النووية المبتكرة فانه يطوي مراحل المفاوضات على احسن وجه ولم يبقى للوصول الى النجاح سوى شوط قصير لكن السيد رئيس الجمهورية ومن اجل محاربة المتنمرين كان قد اختار اسلوب الخطابات النارية الخطابات التي تلاها تتضمن قرارين من مجلس الامن الدولي موجهين الى ايران ما نتابعه مع السيد سولانا يتمثل في تهديئة الاجواء من اجل التوصل الى تفاهم كانت المرة الاولى التي يصل فيها الخلاف بين رئيس الجمهورية وامين سر مجلس الامن القومي الى وسائل الاعلام فشلت جميع المساعي لثاني رئيس الجمهورية عن القاء خطب النارية حدث هذا في الوقت الذي حضر فيه غلام حسين الهام الناطق باسم حكومة نجاد في وسط المراسلين والصحفيين واعلن ان المواقف ذات الصلة بالبرنامج النووي يعلنها رئيس الجمهورية فقط بالتحديد في تلك الايام وصل فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الى تهران والتقى لاريجاني الذي سعى بطريقته الخاصة الى مواءمة الرجل الروسي مع مواقف الايرانيين النووية ولكن قبل مغادرة بوتين لتهران اضطر الدكتور لاريجاني لتقديم استقالاته من منصبه كي يشغل سعيد جالي لمنصب امين السر مجلس الامن القومية كنت اشعر بخلاف اداري جدي مع السيد احمد نجاد وبانه يجب دفع المواضيع الاستراتيجية للبلاد الى الامام بتأنن وضقة وباسلوب مدروس ومحسوب الى ابعد حد وهناك حاجة ماسة الى ان تتعاون وتطلاق جميع الاقسام المختلفة اتخاذ قرار خلال لحظة لا يمكن ان يكون صحيحا بل انه سيسبب مشكلات للبلاد بالطبع كان الامر قابلا للتحمل لفترة زمنية وكنا نتحاور ولكن بعد مدة قلت على اي حال هو رئيس الجمهورية ولديه الحق كما انه ليست هناك ضرورة لمضايقته لم اكن اود ان امثل حالة كأنني مفروض عليه في الواقع لم يكن هذا اسلوبي اواخر اذار مارس عام 2008 بعد فوز المبدئيين في انتخابات المجلس الثامن واختيار الدكتور لاري جاني لرئاسته كانت العيون تلاحق موضوع مواجهة رئيس الجمهورية للدكتور لاري جاني وهل سوف تنتقل الى علاقة الحكومة بمجلس الشورى ام لا بالطبع الخلافات بين السيد احمد نجاد ومجلس الشورى تعود في الاساس الى الفترة الرئاسية الاولى له بعد مرور ايام من الفوز في انتخابات عام 2005 توجه رئيس الجمهورية للقاء رئيس المجلس السابع خلال فترة رئاسة نجاد الاولى كانت التغييرات في مجلس الوزراء تواجه بالصبر والابتسامات والسبب ان لا احد كان يريد ظهور خلافات في بداية العمل بالطبع السيد نجاد لم يكن قد توصل بعد الى النتيجة التي تفيد بان المرحلة التي كان فيها المجلس صاحب العقد والحل قد ولد يتمتع مجلس الشورى في نظام الجمهورية الاسلامية بمكانة خاصة فالمجلس هو خلاصة الشعب الايراني العزيز والمجلس مسؤول وهو على رأس جميع الامور كان مجلس وزراء السيد رئيس الجمهورية كاملا لمدة عشرة اشهر فقط فقد سببت موجة الاستقالات والاقالات والتغييرات عقد جلسات مجلس الوزراء بوجود عدد من المقاعد الشاغرة تعاون المجلس السابع مع الحكومة بكامل طاقته كي لا تصاب جبهة المبدئيين باضرار جسيمة ولكن في الاشهر الاخيرة الباقية من نهاية عمل الحكومة التاسعة ظهرت شروخ لا يمكن انكارها او التغاضي عنها في جبهة المبدئيين ومع هذا فان الفترة الاولى من رئاسة نجاد كانت تصل الى نهايتها كي تطل علينا انتخابات حماسية الا انها مثيرة للحزن والاسع انا الاوان كي يعرف رئيس الجمهورية للحكومة العشرة من خلال انطلاقة عملية الانتخابات عام 2009 ولكن ظهرت بضعة في المنافزات الانتخابية خلال تلك الحقبة الزمنية واصبحت بمثابة عذر لممارسات غير قانونية للكثير من الافراد تلك الفترة التي كان بالامكان مشاهدة تدمير الاخلاق السياسية فيها بالعين المجردة انه يجذب هنا ما من احد يمنعه انا لم اذكر اي اسم بعد منذ ثلاثة اشهر والسادة يهاجمون ويطعنون معا انتم خصصتم خمسة واربعين دقيقة فقط ثلاثة مقابلة واحد المعلومات التي تريدنا من مقارنا الانتخابية في انحاء البلاد تدل على ان الفائز المؤكد وبفارق كبير في الاصوات هو انا اربعة او اكثر من حثالة الناس يقومون ببعض الاعمال هنا وهناك حزيران يونيو الملبد بالغيوم 2009 انتهى بحماسته وشروره وبأحقاده وتمنياته كي يستأنف رئيس الجمهورية الفائز زياراته لمحافظات البلاد بداية من مدينة مشهد المقدسة خلال تلك الرحلة عقد رئيس الجمهورية العزم على اختيار رجل كان يفكر في الصداقة مع الشعب الاسرائيلي ويعتقد ان مرحلة التوجه الاسلامي قد ولت كي يشغل منصب النائب الاول له وصلت مرحلة التوجه الاسلامي الى نهايتها ايضا هذا لا يعني ان ظاهرة التوجه الاسلامي لم تعد موجودة او انها توقفت عن النج يحضر احدهم في اجتماع ما ويقول سيداتي سادتي شخصيا لا اؤمن بوجود الله وارجو منكم الانتباه الى استنتاجاتي هل من مانع اي شخص يقر بوجود مانع لهذا الكلام برأي ان يراجع علاقته مع ربه قرار رئيس الجمهورية كان بعيدا عن الاحتمال الى درجة ان رد تفعل قائد الثورة الاسلامية عقبته تطور الامر الى حد ان قائد الثورة وفي خطوة غير مسبوقة امسك بالقلم وكتب رسالة سرية موجهة لرئيس السلطة التنفيذية مفادها بان تعين السيد رحيم مشائي بعيد كل البعد عن مصلحة رئيس الجمهورية وامر قائد الثورة نجاد ان ينسى موضوع التعاون والعمل مع مشائي الا انه على عكس التوقعات ارجاء تنفيذ امر القائد كما تعلمون فان هذه الرسالة كتبت بسرية بخط يد قائد الثورة المبارك ولم يكن احد على علم بها وقد سلمت الى الشخص الاول المسؤول عن السلطة التنفيذية في البلاد لكن الرسالة لم تجد طريقها الى التنفيذ بعد ان جرى تجميد الرسالة ولم تجد طريقها الى التنفيذ وكلت الي مهمة وقد علمت ان هناك رسالة بهذه المواصفات قد ارسلت كما قيل لي ان محتواها لم ينفذ وان محتوى الرسالة هو كما قيل ذا صلة بشخص تعيين النائب الاول لرئيس الجمهورية قلت له عليك ان تطلع الشعب على محتوى الرسالة هذه هي المهمة التي قمت بها على وجه التحديد لسخرية القدر بعد انتهاء زيارة مدينة مشهد لم يشارك السيد الرئيس في اول اجتماع للحكومة وهنا جلس راحيم مشاء على مقعد الرئاسة في غياب رئيس الجمهورية لكن اعضاء مجلس الوزراء لم يقبلوا هذه الرئاسة غير الشرعية التي الغاها القائد وهذا التطور كان كافيا كي يفقد الاجتماع صفته الرسمية بعد قليل وصل رئيس الجمهورية واقال وزيري الامن والثقافة والارشاد الاسلامي في الحكومة التاسعة كان الوزيران المقالاني قد اعترضا على عدم اطاعة رئيس الجمهورية لقرار قائد الثورة الاسلامية وتعينه راحيم مشاء في منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية كان السيد احمد نجاد قد انكب على حزمة من الاختيارات التي تناقضت مع العادات والتقاليد والاعراف السابقة والتي قبلناها جميعا مع ذاك العهد الابتدائي الذي كان يقيدنا وخصوصا الجزء الذي ارتضيناه والمتعلق بقائد الثورة الاسلامية الذي حينما كان يخطط لأمر ما أو يرى مصلحة في موضوع ما كان المتوقع اللي يتردد في تنفيذ توصية القائد وخاصة ان الحكومة التي كان يرأسها كانت بحسب زعمه من اقرب الحكومات التي ألفت بعد نجاح الثورة الاسلامية من القائد ومن الولاية والحق يقال انها كانت تتميز بهذه الميزة في القسم الاكبر من اعمالها وتصرفاتها كنا نتوقع ان يقول بشأن حكم القائد او حسن تدبيره او المصلحة التي يراها انني ارتكبت خطأا وسوف اختار وجهة النظر الصائبة اذا كنا عاجزين عن اتخاذ القرارات فما هي الحاجة الي ويليكم اذا بعد اقالة هذين الوزرين تغير نصف وزراء الحكومة التاسعة لذا كانت هناك مخاوف من سقوط الحكومة ولو حدث ان سقطت الحكومة فانه طبقا للمادة السادسة والثلاثين بعد المئة من دستور البلاد كان يتعين على الرئيس الجمهورية تقديم مرشحيه الى مجلس الشورى الاسلامي كي يحصل على ثقة منه لهذا السبب طلب من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي المقال الحضور الشكلي في اجتماع الحكومة كي يمنع سقوطها بعد مرور ايام وحينما ضاق الخناق كثيرا على السيد رئيس الجمهورية ونائبه الاول والصقت صفة الوقوف بوجه الولاية بهما من قبل المجموعات والتيارات السياسية المختلفة قدم مشاء استقالته من منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية الذي عينه فورا بعد قبوله استقالته بصفة مستشار له ومدير لمكتب رئيس الجمهورية أخي العزيز حضرة سيد المهندس مشاء تفضل بقول ما يجب أن يقول بعد فترة حان وقت تقديم رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس وزرائه في الحكومة العاشرة ولكن بدلا عن إرسال قائمة الوزراء المقترحين إلى مجلس الشورى قرأ أسماء كل الوزراء واحدا واحدا الشخص التالي لدينا هو وزير الاتصالات والتكنولوجيا السيد المهندس رضا تقيبور بالطبع سوف يحصل على شهادة الدكتوراه وقد كان يشغل منصب رئيس منظمة الفضاء وهو من المهندسين الأكفاء استقرت الحكومة في المبنى الواقع في شارع باستور كما حصل الوزراء المقترحون على ثقة نواب مجلس الشورى لكن اللعبة المعقدة الخاصة بالحكومة التاسعة في الإقالة والتعيين ورثتها الحكومة العاشرة كي يحل الدور على شيخ وزراء نجاد بعد سنة أي بتاريخ الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2010 وحينما كانت قدما من شهر متكي وزير خارجية نجاد ططأني سنغال قيل له إنك لم تعد وزيرا حينما كنت في لقاء مع رئيس جمهورية السنغال امتد اجتماعنا ساعة كاملة بعد ساعة وبضع دقائق سلم أحدهم رئيس جمهورية السنغال ملحوظة قال موجها كلامه إلي العفو اسمح لي سوف أذهب دقائق معدودة ومن ثم سأعود ذهب الرئيس ومن ثم عاد بعد انقضاء عشرين دقيقة ثم استأنفنا لقاءنا لمدة خمس عشرة دقيقة لم يبدو خلال اللقاء أي شيء تجاهي لكنني شعرت أنه أصبح شخصا مختلفا خرجت من اللقاء حيث أخبرني المرافقون لي أن طهران كانت تبحث عنك بشدة ويريد المسؤولون محادثتك هاتفيا قلت حسنا سوف أتصل بالعاصمة فورا حاولت وأنا في السيارة إلا أنني لم أفلح ولاحقا وصلنا إلى مكان الاجتماع حيث قال لي أحد المرافقين إن هذا الخبر قد انتشر في طهران قلت خيرا إن شاء الله كانت إقالات وتعينات مجلس وزراء المبدئيين قد أزعجت مجلس الشورى على الأخص أن النواب كانوا يبدون حساسية تجاه بعض الوزراء وهذا ما سبب أن يكون أحد أسئلة المجلس الموجهة إلى رئيس الجمهورية مختصا بإقالة وزير الخارجية إقالة وزير الخارجية وهو في مهمة لماذا حدثت؟ هل بإمكاني أن أسألكم من الذي أوكل إليه مهمة؟ أنا الذي أوكلت إليه المهمة لو كنتم أنتم إذن فقولوا أنا لم أعطي مثل هذه المهمة بعد أن نقول لأحد الأعزاء أنت لم تعد موجودا من الآن فصاعدا صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال المادة السادسة والثلاثين بعد المئة يمكن السؤال عنها هذه المادة من صلاحيات رئيس الجمهورية يجب أن تكون هناك وثيقة قانونية تدعم الموضوع كنت أريد من وزارة الخارجية إجراء تغييرات وأن يكون هناك تجديد هذه الأقاويل التي تقول بأنه طلب مني أن لا أذهب لكنني كنت مصرا على الذهاب ومن ثم قلت سأذهب في هذه الزيارة وأعود لا أساس لها على الإطلاق بعد أقل من شهر بالتحديد في يوم الأحد الموافق في التاسع من كانون الثاني يناير عام 2011 حدثت كارثة أدمت قلوب الناس كثيرا كانت طائرة ركاب البوينغ في رحلة من تهران متجهة إلى أروميا في محافظة أذربيجان الغربية وعلى متنها مئة وخمسة أشخاص وفي منطقة في أطراف مدينة أروميا سقطت الطائرة لكن وزارة الطرق لم تقدم إجابة واضحة عن سبب سقوطها وفي إشارة إلى اعتراضهم على أداء وزير الطرق سار نواب مجلس الشورى في عملية استجواب حميد بهبهاني وزير الطرق أنذاك إلا أن رئيس الجمهورية ووزير الطرق قطعا جلسة مجلس الشورى تلك انطلاقة المشروع غير المحسوبة في عهد السيد بهبهاني وصلت إلى نطاق واسع جدا اعتقد السيد رئيس الجمهورية أن وراء هذا الاستجواب أسبابا سياسية وأن نواب المجلس يودون توجيه ضربة له ليت وزير الطرق مع المدير العام للطيران المدني قدم استقالتيهما احتراما لدماء القتلى ولأفكار الرأي العام ولمنع ازدياد وتيرة تدني ثقة الناس كي يكون عملهما هذا بلسما لجراح أقارب القتلى المفجوعين بالحادثة بعد استجواب غيابي لوزير الطرق توصل ممثل الشعب إلى نتيجة مفادها بأنه لا يجوز أن تستمر خدمة الوزير بهبهاني في الوزارة وبالتالي استرد النواب المحترمون الثقة التي منحوها لوزير الطرق نأمل أن يوفق في مكان آخر أنذاك كان موضوع الخلافات العميقة الجذور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى حديث الدوائر المختلفة كان الجميع يتحدثون عن سوء السلوك السياسي إلا أنه لا أحد كان يتطرق إلى الأرضيات التي ساهمت في ظهور الخلافات بين رؤساء السلطات الثلاثة لم يتساءل أحد هل سوء السلوك السياسي هذا ذو صلة بالتصرفات الأفراد فقط أم أن الشد والجذب بين الهيكلين الرئاسي والبرلماني كان يمثلان الأرضية الملائمة لظهور مثل هذه التصرفات وحتى أبعد من هذه المشكلة كانت السنة الإيرانية الجديدة على الأبواب وفجأة في يوم الأحد الموافق للسابع عشر من نيسان أبريل عام 2011 قدم حيدر مصلحي وزير الأمن في الحكومة العاشرة استقالته وما كان من رئيس الجمهورية إلا أن قبلها بسرعة وعينه مستشاراً أمني لرئيس الجمهورية كان رئيس الجمهورية على خلاف مع وزير يشغل أكثر وزارات حكومته حساسية وأهمية كان بإمكان هذا الخلاف تعريض أركان أمن الوطن للخطر ولكن بعد مرور يومين حدث أمر فاجأ الحكوميين وأفراد الشعب على حد سواء وجه آية الله الخامناء رسالة إلى وزير الأمن القابع في منزله مفادها بأن قوة جهاز المخابرات في البلاد وتماسكه وتحديثه تعد أحد الأسس المهمة لسلطة النظام الإسلامي وقوته لهذا أريد منك أكثر من أي وقت مضى بذل الجهد والسعي الدؤوب في تنفيذ المهمات الداخلية والخارجية لوزارة الأمن وبسبب وجود رأس المال العظيم في هذه الوزارة والمتمثل في القوى البشرية القادرة والكفوأة والثورية والمتدينة وامتلاكها أحدث تقنيات العصر وتوافر الدعم والحماية من الحكومة الخدومة والتعاون من جميع المؤسسات الأمنية لا تسمح بحدوث أصغر ضعف وعجز وخمول في أداء الواجبات والمسؤوليات القانونية لهذا الجهاز المهم أدعو بالخير لكم وللمعاونين والمديرين المحترمين ولجميع أبناء الأعزاء والثوريين في وزارة الأمن وفقكم الله وسدد خطاقكم كان الحدث واضحا فالرجل الأول في البلاد أبطل حكم رئيس الجمهورية وأعاد الوزير المستقيل إلى عمله هذه الرسالة الصادمة كانت تحمل بين سطورها رسائل متعددة لنجاد لكن رئيس الجمهورية بدلا من أن يتسلم الرسائل ويطيع القيادة اتخذ قرارا آخر وفجأة غاب رئيس الجمهورية عن الأعين وأودع أنظار الناس المليئة بالأسئلة في أخبار الصحف والمواقع الإلكترونية على الرغم من أن أحمد نجاد بنفسه لم يؤمن بأنه قد اعتراه الغضب حضرت إلى المجلس وشاهدت السيد حداد وهو يقول لماذا أنت جالس هنا؟ اذهب وانظر ما الأمر وقل له أن يخرج هذا ليس بصواب وليس في مصلحة النظام حينما ذهبت شاهدت دكتورا هناك كان طبيبا وقال لا تجادلوه كثيرا فحالته ليست جيدة قلت سأنصرف أنا ولكن يا محمود أتعلم لماذا حضرت أنا إلى هنا؟ حضرت كي أطلب منك أن تخرج من المكان فالناس يعتقدون لا سمح الله أنك تتحدى السيد القائد وهذا ليس بالأمر الصحيح كنت أشعر بحساسية مفرطة تجاه هذا الموضوع كنت أؤمن بأن يكون سلوكنا على نحو يعزز موقف السيد القائد قيل أنني مكرت في المنزل أحد عشر يوما ولم أبارحه هذا من الكلام المتداول الذي نسمعه هل يعقل أن يمكث أحمد نجاد في المنزل ويخلد إلى الراحة؟ أغلب الناس يقولون لي خذ قصة من الراحة واهتم بنفسك قليلا لم تتأخر الأعمال في هاتين الحكومتين حتى ليوم واحد انتهى غياب رئيس الجمهورية الذي استمر أحد عشر يوما ولكن كان هناك حادث آخر في الطريق خلال شهر أيار مايو 2011 حينما قرر مجلس الشورى دمج منظمة التربية البدنية مع المنظمة الوطنية للشباب وإنشاء وزارة الرياضة والشباب استغرق الأمر من أحمد نجاد طويلا كي يقدم حميد سجادي كمرشح من قبله بصفته أول وزير مقترح للرياضة والشباب حينما أراد رئيس الجمهورية أن ينطق باسم سجادي تحت قبة مجلس الشورى وقعت أحداث في القاعة أسفى لها السيد القائد والناس على حد سواء وصلنا إلى السيد حميد سجادي الوجه المألوف اسمحوا أيها الأصدقاء اسمحوا لديكم الفرصة لتتحدثوا بعد ضغط الزر أعلنوا في الوقت المحدد لكم وأنا سوف أسمع من المذيع ومع بدء كلمة رئيس الجمهورية ارتفعت أصوات بعض النواب وصراخهم واحتجاجاتهم كي لا يصل صوت أحمد نجاد إلى مسامع الناس إن شاء الله سوف نرسل السيد سجادي بأصوات كثيرة ودعم قوي اسمحوا أيها السادة شكرا جزيلا أشكركم وأنا بدوري سأرفضكم كما رفضتموني للعلم أنا لا يحق لي التصويت أخيرا رفض مقابل رفض الأمر يعود إليكم فيما ستقدمونه نحن نتبع قرارات مجلس الشورى المحترم اعلموا أنه مهما تكون النتيجة فأن صدقتنا سدقى في محلها علينا أن نبني إيران العزيزة معا هذا العناد لم يكن يساهم في عدم حل مشكلات الحكومة والمجلس فحسب بل كان لربما يصبح دافعا لسلوك وتصرفات خاطئة لاحقا وفي نهاية المطاف صوب نواب مجلس الشورى برفض تسلم سجاد حقيبة وزارة الرياضة والشباب ب137 صوتا معارضا كانت الحكومة العشرة قد عقدت العزم على دمج وزارات الصناعات والمناجم مع وزارات التجارة ودمج وزارة النفط مع وزارات الطاقة فبعد الكثير من الكلمات والجدال جرت الموافقة على هذا الاقتراح يصبح وزراء تلك الوزارات عاطلين من العمل نتيجة لعمليات الدمج جرى اتخاذ قرار بأن تصبح وزارة العمل والرفاه وزارة واحدة فيما يخص طريقة انتخاب الاسم وبالنظر إلى ذاك القرار على سيادتكم التحدث إلى السادة كان عليهم إحضار الموضوع إلى الحكومة نعم لأنك قلت سوف يتضح الأمر لاحقا بالطبع سوف نضع هذا ووزارة الرفاه موجودة في الداخل نحن معارضون لهذا النمط من التفسير حينما رأى المجلس ضرورة أمر ما ووافق مجلس صيانة الدستور عليه أو أنه كان معارضا ومن ثم توجه هذا الطلب إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام يعد هذا قانونا ويجب أن ينفذ كما أن السيد لارجاني لم يجلس مكتوف الأيدي وفي رد فعله على عمليات الدمج والإقالات قال الآتي يوجد نظام في البلاد وهذه الإقالات يجب أن يوافق عليها مجلس الشورى أحمد نجاد الذي لم يكن يترك أي حديث من دون رد قال في معرض إجابته عن ملاحظة لارجاني يعتقد رئيس مجلس الشورى أن هذا هو القانون وهذا الكلام في حد ذاته يعد انتهاكا للقانون تسبب هذا الكلام بأن يكتب لارجاني رسالة موجهة إلى سكرتار مجلس الصيانة الدستور حيث طلب من خلالها أن يتولى مجلس صيانة الدستور تفسير المادة الثالثة والثلاثين بعد المئة من دستور البلاد كتب آية الله جنة في معرض رده على رسالة رئيس مجلس الشورى أن أي تغيير في الواجبات والصلاحيات القانونية وأي دمج لوزرتين أو لعدد من الوزرات يجب أن يحظى بموافقة مجلس الشورى الإسلامي وقبل موافقة المجلس لن يطرأ أي تغيير في مسؤوليات الوزراء والوزرات السابقة وواجباتهم وصلاحياتهم الوزرات الجديدة أو المدمجة والوزراء الجدد بعد الدمج يعدون وزراء جددا لهذا فهم بحاجة إلى الحصول على الثقة من مجلس الشورى جعلت نار هذه الخلافات العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى أكثر قتامة كان رئيس الجمهورية يعتقد أن الحملة الرئيسية في إدارة البلاد يقع على عطيق السلطة التنفيذية وأن على السلطتين الأخرين تقديم يد المساعدة إلى الحكومة في موضوع إدارة البلاد هذا النوع من التفكير كان يؤدي إلى أن يصبح استقلال السلطات الثلاث في ذهن الرجل الأول في الحكومة باهتا وإلى تعميق الخلافات يوما بعد يوم كان المجلس يحد من النظام الرئاسي من خلال الصلاحيات المتوافرة له وفقا للدستور لذا فإن رئيس الجمهورية بسبب هذا السلوك السياسي كان يمنع تنفيذ القوانين والإشراف المؤثرة لمجلس الشورى ما زحت السيد باهونار للتو بالطبع كانت مسحة جدية قلت له لخمسة أو لستة أشهر كلما قلنا لدينا شأن مع أحد الوزراء قلتم لنا انتظروا لا يزال الموضوع في اللجنة اصبروا إلى أن يخرج منها نقول لهم أي لجنة وأي مكان في المجلس من هم الوزراء الذين أخذتموهم منا أكثر من نصف الوزراء في خدمتكم طوال الأسبوع موافقون؟ هل تعملون على الموافقة؟ السيد أحمد نجاد يحتمل أن يذهب الوزراء إلى مكان آخر ويقدم معلومات خاطئة هناك مثل متداول معناه بأن أخلاقيات جليسي تؤثر فيها شخصيا ففي المرة الأولى ذهبوا إلى اللجنة وتعلموا مثل هذه الأمور لاحقا إلى مكان آخر ثم مكان آخر كان الجدل قد بلغ ذروته إلى أن ألفت هيئة برئاسة آية الله هاشمي شهرود بناء على حكم لقائد الثورة بهدف وضع حد للخلافات بين الحكومة ومجلس الشورى مرت أيام على الحكومة العاشرة قبل أن يصبح المبدئيون أكثر أحباطا من رئيسهم المنتخب بسلسلة من هذه الأحداث الكبيرة والصغيرة وفي هذه الأثناء كان الإصلاحيون يستفيدون إلى أقصى درجة من فجوة هذا الاختلاف سعى الإصلاحيون إلى إظهار رئيس الجمهورية المبدئي على أنه غير كفوء وأن يثبت للرأي العام أن إيران من دون نجاة ستكون أفضل حالا حقيقة الأمر أن سؤال الموجهة إلى رئيس الجمهورية يرمي إلى القول أنه بدلا من أن يتجادل المجلس والحكومة في وسائل الإعلام عليهما التحاور وجها لوجه وتوضيح مواضعهما كي يسمع الناس ما يدون آذار مارس عام 2011 كانت انتخابات مجلس الشورى على الأبواب إلا أن هذه الأمور لم تمنع المجلس الثامن من اتخاذ قرار بعقد أول جلسة أسئلة لأحد رؤساء الجمهوريات في تاريخ الجمهورية الإسلامية في إيران وذلك بسبب سلسلة من الأحداث والاحتكاكات ففي تلك الجلسة واجه نجاد عددا من الأسئلة ذات صلة بالاقتصاد والمتر وموقع المجلس على رأس جميع الأمور في البلاد والبقاء في المنزل أحد عشر يوما والحجاب الإسلامي والعقيدة الإيرانية هذه الأسئلة التي اعتقد نجاد أنها لم تكن بتلك الصعوبة هذه الأسئلة التي طرحتموها كانت أسئلة تتعلق بالاختبار لم تكن صعبة كثيرا شخصيا أعتقد أن مصمم الأسئلة قد حصل على شهادة الماجستير بواسطة نفوذه وسطوطه لا بالدراسة لو أنك استشرتنا نحن لكان بالإمكان طرح أسئلة أفضل من هذه لكننا مزحنا وانتهى الأمر وأجبنا على الأسئلة عليكم أن تكونوا منصفين الآن تنوون منحنا العلامة التي نستحقها يجب عليكم منحنا علامة جيدة فقد أجبنا عن الأسئلة كاملة كما كتبنا عددا من المواضيع الإضافية أقولها بإنصاب إذا منحتموني أقل من العلامة عشرين بشيء بسيط جدا فهذا القرار يعد إنكارا للجميل وهو لا يمت إلى الرجولة بأي سوء بمساودة من التقلبات يصل مجلس الشورى الثامن إلى نهاية الطريق وقد كان شهر شباط فبراير محط الأنظار انتظارا لانتخابات المجلس الجديدة أهلا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة الخاصة بالانتخابات أدل قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني بصوته في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بعد مرور سنة أي في عام 2012 كانت حكومة نجاد مشغولة بوتيرة عالية بعملية دمج الوزارات فقد جرى تصنيف الوزارات المختلفة بعدد محدد ومن ثم دمجت واحدة من هنا بأخرى من هناك ولكن في شهري تشين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر من العام نفسه واجهت الحكومة فجأة قانونا في مجلس الشورى الجديد نص على منعها من العمل على دمج الوزارات وحلها من دون موافقة المجلس المجلس التاسع الذي كان قد أصبح حساسا نحو موضوع التعديلات والدمج الذي تنفذه السلطة التنفيذية أوجد ما يسمى معاونية المراقبة في السلطة التشريعية بهدف رصد ومتابعة القرارات الحكومية بدقة أكبر وبعد سنة من النشاط والعمل أعلنت معاونية المراقبة أنه منذ انطلاقة الدورة التاسعة لمجلس الشورى وحتى نهاية أذار مارس عام 2012 بلغت نسبة قرارات الحكومة المخالفة للقانون 25% كما أن إجراءات التغييرات في مجلس الوزراء كانت مستمرة ولم تتوقف ونتيجة لهذه السياسة أصبح عدد من الوزراء عاطلين من العمل ومن بين الوزراء المقالين لوحظ وجود أسماء لبعض الوزراء من المفضلين لدى نواب المجلس التاسع المعروف بمجلس المبدئيين السيدة الدكتورة وحيدة دسجيردي هي السيدة الوحيدة التي شغلت منصب وزيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية في إيران والتي عينت وزيرة للصحة والعلاج في الحكومة الثانية للنجاد ولكن بعد سنوات متعددة دب الخلاف بين السيدة الوزيرة ورئيس الجمهورية ما تسبب بإيجاد أرضية لإقالتها حينما حل شهر أيلول سبتمبر من عام 2012 كانت الحكومة قد دفعت 41 مليون دولار خلال ستة أشهر لوزارة الصحة مقابل مبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار مطلوب لشراء واستيراد الأدوية كما دفعت الحكومة مقداراً من المال لشراء مستحضرات التجميل وغيرها ما تسبب بأن أفقد عصابي حينما كنا ننظر ونرى أن المعدات والأجهزة الطبية المطلوبة صبحت في المركز الثامن من حيث الأولوية بعد طعام الكلاب والمجارف وسروج الجياد وغيرها هذا الذهاب والمجيء المتكرران كانا يدفعان الحكومة إلى حفاة سقوط خلال تلك الأيام أعلن محمد رضا باهنار عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى من خلال مقابلة معه أنه إذا حدث أن رأت هيئة رئاسة المجلس التغييرات في الحكومة وقد تجاوزت النصفة فعلى الحكومة أن تستعد للحصول على ثقة المجلس من جديد كان نائب رئيس مجلس الشورى شأنه شأن بقية زملائه يرى أن المشكلة الأصلية لمجلس الشورى مع الحكومتين التاسعة والعشرة تتمثل في الأحضار والأخذة خلال جهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير عام 2013 حينما امتنع وزير العمل عن عزل سعيد مرتضوي من مؤسسة التأمين الاجتماعي بالرغم من وجود حكم صادر من محكمة العدالة الإدارية عقد النواب العزمة على استجواب وزير العمل شيخ الإسلامي وخلال جلسة الاستجواب وبدلا من أن يدافع رئيس الجمهورية عن أداء وزيره سعى إلى رمي الكرة في ميدان المنافس ففي تلك الجلسة عرض نجاة فيلما أزال من خلاله جميع التهم عن كاهل الوزير وسحب قدمي فاضل لارجاني شقيق رئيس المجلس إلى أحداث مؤسسة التأمين الاجتماعي على فكرة أصبح الأمر جيدا لكونك تردد دائما وبانتظام هل أقول؟ هل أقول؟ فقد عرضت اليوم هذا الفيلم كي يعرف الشعب شخصيتك بصورة أفضل وجهت تهمة وقد أجبناك لا يحق لك الكلام مرة أخرى لديك تحذير؟ تفضل رفقتك السلامة خلال جلسة عامة لم تراعي شؤون الجمهورية الإسلامية تفضل الخلاف القديم بين رئيسي الجمهورية ومجلس الشورى الذي كان مستترا لسنوات أصبح مدة لوسائل الإعلام على نحو يبعث على الأسف وسبب إزعاجا للشعب ولقائد الثورة إزعاجا للقديم يبقى تفضل ومجلس الشر يحاول النحو يبقى ومجلس الشهب يبقى لا يمكن أن تكون مؤسساً. هذا ليس صحيح. هذا هو صحيح. هذا الموضوع هو صحيح الموضوع الذي أجلس في المجلس كان صحيح. صحيح يجب أن تكون مفيداً. بعض الموضوعات في بعض الموضوعات منذ الوزير كان الصحيح مستقر. فلم يسمح أن الصحيح وذي يكون هذا موجود وذي يكون مادرة لبيعاله ياجب أن يكون صحيح. هذا مذانب مستقرد. هذا كل شيء يسره. كما يسره للحضر رئيس محترم قوة از خودش كارب اونا زيادة روية بود لزومي نداش لاحقا بعث رئيس مجلس الشورى برسالة الى قائد الثورة اعرب فيها عن اسفه للمشكلات المستجدة واعلن عن اعتذاره الشخصي لكن رئيس الجمهورية الذي كان يدعي انه يفشي الاسرار اظهر في رسالة موجهة الى قائد الثورة ان مثل هذه الاحداث ضرورية لمصلحة البلاد في تلك الايام كانت تسمع همسات في اروقة مجلس الشورى ذات صلة بموضوع عدم كفاية رئيس الجمهورية الا ان مثل هذا المشروع او الاقتراح لم يبصر النور اطلاقا كانت الفترة الرئاسية لنجاد في البلاد تصل الى نهايتها بالتدريج بينما كان الرئيس الجمهورية يفكر بهدوء ومن دون ضجة في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة كان يجب وصول احمد نجاد اخر مفعن بالنشاط كي لا يذهب اسلوب احمد نجاد في طي النسيان حدث هذا كله في الوقت الذي لم يكتفي فيه المبدائيون بترك وعدم مساندة نجاد فحسب بل اعلنوا ايضا البراءة من رئيس جمهوريتهم المنتخب بالطبع فان نجاد لم يعد بحاجة لدعمهم ومساندتهم ولكن في الجبهة المقابلة اي جبهة الاصلاحيين الذين اداروا ظهورهم لصندق الاقتراع وقاطعوها بعد الشغب الذي حدث عام 2009 عادوا مجددا الى الميدان وهم يعملون بكل ما اوتوا من قوة وطاقة اقل خطأ من احمد نجاد لم يكن يخفى على الاصلاحيين والمبدائيين التقليديين كما كان يتسبب بالعمل على تسهيل مسارهم الانتخابي من خلال الاستفادة من هذه الاخطاء كاعذار لكن رئيس الجمهورية الذي كان قرة عين المبدائيين في يوم ما سعى للحصول على منافس قوي من الجهة المقابلة فقد كان يرغب في ان يشاهد مرشحه المفضل والمدعوم منه ينشغل بالمنافسة مع منافس قوي كلما كان المنافس اقوى كان الانتصار اكثر حلاوة ومذاقا كانت سوق الشائعات والاسماء تزداد سخونة يوما بعد يوم ففي جبهة المبدائيين كانت هناك قائمة طويلة من التخمينات تنتقل من يد الى اخرى ابتداء من ولاية وحداد عادل وقالباف وانتهاء بجليل وبهنار ومتكي ورضائي بينما في معسكر الاصلاحيين كان اسم محمد رضا عارف يجري على الالسن شيئا فشيئا حسن روحاني اعلن ايضا عن حضوره بصفة مرشح مستقل بعيدا من التصنيفات الحزبية والفئوية واخيرا مع اعلام مصطفى محمد نجار وزير الداخلية انذاك بدأت المهلة لمدة خمسة ايام لتسجيل اسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء الموافقة السابعة من ايار مايو عام 2013 اصدرت تعليمات للمحافظين والقائمين على الاغضية الاعزاء بانطلاقة انتخابات الدورة الحادية عشرة لرئاسة الجمهورية وبداية العمليات التنفيذية لها ذهب الجميع الى مبنى وزارة الداخلية من اجل تسجيل اسمائهم خلال فترة الايام الخمسة الممنوحة لهم ولكن لم يكن هناك اي خبر عن احمد نجاد بدأت الحكومة برصد ومراقبة الظروف حتى اللحظات الاخيرة بهدوء وصمت ولم يكن احد قادرا على التخمين في موضوع خطة الحكومة لانتخابات رئاسة الجمهورية وما هي كان اليوم الاخير الباقي من المهلة الممنوحة لتسجيل اسماء المرشحين يقتربوا من ساعاته النيائية حينما انتشر خبر ملأ اجواء تلك الايام المسياسة في البلاد كان الخبر يقول ان رئيس الحكومة قد ذهب في اجازة ولكن الى اين ولأي عمل كان الرئيس الجمهورية قد اخذ اجازة لمدة يوم واحد فقط كي يستغل عدم وجود رئيس الحكومة ويمسك بيد رحم مشاء ويأخذه الى وزارة الداخلية ويملأ استمارات الترشيح له ومن ثم ليرفع يد الصديق المقرب ويقول فليحيا الربيع مشاء يعني احمد نجاد واحمد نجاد يعني مشاء اما السؤال الذي كان يطرح انذاك بكثرة وبقي من دون جواب فهو من الذي وقع اسفل استمارة طلب الاجازة اليوم واحد لرئيس الجمهورية وهل اعطيت الموافقة على طلب الاجازة ام لا سار الحدث وفقا لما كان قد خطط له نجاد واراده ولكي يعلن السياسي المخضر مترشحه في الانتخابات فقد دخل المعترك الانتخابي كانت الاجواء الانتخابية قد اصبحت ثنائية القطب وفقا لرغبة السيد رئيس الجمهورية ولكن في نهاية المطاف وضع مجلس صيانة الدستور حدا للاتراب السياسي والصياح والاحداث المتلاحقة من خلال اصداره لقائمة المرشحين المؤهلين يجب البوح بهذا الامر وبصريح العبارة ونقضه ايضا اقصد حينما يقف رئيس الجمهورية بالقرب من احد المرشحين اثاء عملية ملء استمارة طلب التنشح ان نبرر بان وجوده كان خلال اجازة ليس بالامر الصحيح سواء اراد شعبنا ام لم يرد شخصيا لا اريد الاستناد الى المفاهيم حينما يمسك رئيس الجمهورية بيد احدهم ويرفعها الى الاعلى مفهوم هذه الحركة ومعناها ان هذا الشخص سيكون مسؤولا عن السلطة التنفيذية غدا وان وزارة الداخلية التابعة له ستتولى اجراء الانتخابات هذه الاعمال ليست صحيحة ولا تليق بالنظام مطلقا وفي تلك الايام نبه قائد الثورة المرشحين لرئاسة الجمهورية الى خطورة الوضع والضرورة احترام اراء افراد الشعب رأي مردومهم بمعنى يبواقية كلمة حق الناسس حق الناسس وقتی مياد برادر وخاهر ایرانی در انتخابات شركت میکند ورأي توی صندوق میندازد رآیت این حق او واجب شرعیست واجب اسلامیست در این امانت او نباید خیانت کرد حق الناسس واقعا لم يكن هناك متسع من الوقت حتى يوم الانتخابات كلا الطرفين كان يفكر في التركیز على مرشح واحد كي تصبح الظروف المؤدية الى الفوز اكثر سلسع وهذا ما حدث حينما غدر حداد عادل سباق الرئاسة لمصلحة بقية مرشحي المبدئيين وعلى الجانب الاخر انسحب عارف ايضا لمصلحة روحاني كي تتدفق اصوات الاصلاحيين على حساب المرشح الاقرب الى تيار الاصلاحيين يوم الجمعة في الرابع عشر من حزران يونيو عام 2013 كان اليوم الذي توجه فيه الشعب بمختلف اطيافه الى صندوق الاغطراع لانتخاب الرئيس السابع للبلاد وفي اليوم التالي وقف وزير الداخلية امام الكاميرات حيث اعلن عن اسم رئيس الجمهورية المنتخب من قبل افراد الشعب بحصول السيد حسن روحاني على 18 مليون وستمائة وثلاثة عشر الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرين صوتا فقد حاز اغلبية الاصوات التي تؤهله لرئاسة الجمهورية للحقبة الحادية عشرة حضور نسبة 73% من المقترعين في انتخابات رئاسة الجمهورية ادى الى انتخاب رجل اطلق على حكومته اسم حكومة التبير والامل واتجه بدعم واسناد من شعبه لوضع قدمه في عالم السياسة في البلاد المليئة بالضوضاء والصخب والصعاب ذهب الدكتور روحاني الى مجلس الشورى واقسم اليمين بكلام الله وبحضور ممثلي الشعب اللي يتردد في بذل افضل المساعي والجهود لتحقيق الهدوء وراحة البال ورفعة الشأن لأفراد الشعب وبالرغم من ان الهيكل السياسي لبلادنا لا هو برلماني بالكامل ولا رئاسي بالكامل فان الارضية مهيئة للظهور احداث جديدة ولكن الجميع انذاك كانوا يأملون عدم تكرار مشاكل الماضي على الاطلاق في العلاقات بين الحكومة والمجلس كان الناس قد علقوا الامال على تصريحات رئيسهم المنتخب وربما كان افراد الشعب يفكرون في ان الشيء الضروري لأي سياسي قبل الالتزام بالقانون ان يلتزم بالاخلاق السياسية وهو الشيء الذي لا يدرس في اي جامعة من الجامعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة